ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع التأكيد لهم بأن التطعيم مجاني واختياري في نفس الوقت كما بدأت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل اليوم الأحد ترتيب زيارات للنزلاء الذين تلقوا التطعيم المضاد للفيروس على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم أيضا قد تلقوا التطعيم بجانب إجراء فحص الفيروس قبل الزيارة وذلك حفاظا على صحة الجميع تم توفير الاتصالات بين النزلاء من الحالات القائمة بفيروس كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من أجل الطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية لكن أيضا أحذر من محاولات تسييس أوضاع النزلاء واستغلال مشاعر الأهالي واستدرار التعاطف عن طريق التضليل والخداع من قبل جماعات وأفراد يعملون وفق أجدات غير وطنية وتنافي المصالح العليا للوطن وأكد على خطورة الاستجابة للدعوات التحريضية المضللة والمنهجة حيث أن الانجرار وراء هذه الدعوات قد ينطوي على مخالفات قانونية تعرض مرتكبية للمسائل القانونية ترجمة نانسي قنقر